من الاقتر اسئلة مطروحة من قبل المبتدئين في مجال الطباعة عن الطلب ايه ايجابيات والسلبيات العمل على موقع RedPoble وطبعا هي اولا وقبل كل شيء في اي بزنس انلاين في ايجابيات وفي سلبيات وحيالا لما بنيجي بنتكلم على موقع RedPoble تعال نسكر بقى بعض ايه ايه الاجابيات العمل على موقع RedPoble اول حاجة موقع RedPoble يعتبر من اكتر المواقع الخاصة بمجال الطباعة عن الطلب شعبيات ويأتي في المرتبة الثالثة او الرابعة بعد موقع ميرش في امزن وموقع اتسي وبرضه لعلم حضرتك ان موقع ريت بابل بيزوره شهريا اكتر من 30 مليون شخص وطبعا دي ميزة حلوة قوي لانت عندك بقى ترافيك كتير جدا على هذا الموقع العقلي ومن ثم لك فرص كبيرة لحصول على مبيعات انبقى الميزة الثانية بقى في موقع ريت بابل ان موقع برضو ريت بابل بيزورك قوي في حصول على مبيعات من نتائج البحث او ما تسمى بالأورجانيك سيلز وطبعا الحياة دي مش موجودة في بعض المواقع زي مثلا موقع تي بابلك او موقع تي سبرينج انت في نفسها مش عارفين تصميماتنا فين في الماركت بليس او في النتائج البحث انت فقط بتزبط بس تصميمك ليه مثلا او خوارزميات موقع ريت بابل بتزبط الانوان التاجز وكمان الديسكريبشن طبعا كنت ما شرحوا في الكورس الكامل لموقع ريت بابل تحت في صندوق الوصف اما بقى تيتميزة العمل على موقع ريت بابل ان انت في موقع ريت بابل مش بيحطك في سيستم او نظام اسمه التير اللي هو تير وان تير تو تير عشرين وكلام ده زي مثلا موجود في ميرش بامزون او في سبريت شيرد هنا بقى في موقع ريت بابل انت متاح لحضرتك ترفع لغاية ستين تصميم في اليوم اما بقى الميزة الرابعة ان فيها ده ممتاز اوي في موقع ريت بابل اسمها باترن تويل هي بقى لعمل تصميم باترن او يعني لا حدود او لا متناهي من تكرار الفيكتور او الكووت يعني داخل المنتج نفسه وطبعا دي مش موجودة في اي موقع اخر اما بقى الميزة رقم خمسة انت بقى عندك تحت تعمل او ترويج لمنتجاتك بشكل مباشر لمنصات السوشيال ميديا انستجرام تويتر فيسبوك وخلافو اما بقى الميزة الستة انت بقى في موقع ريت بابل انت ممكن تشترك في حاجة اسمها فان ارت بروجرام وهنا بقى انت ممكن تعمل تصميماتك عن البران زي مثلا نتفلكس تي في شوز اه مسلسلات نتفلكس مثلا زي اه زي يونيكورن بقى وهيتش كوك وخلافو وهنا بقى بنيجي ننتقل اه جانب الاخر هو السلبيات العاملة على موقع ريت بابل وهي من اكتر الشكاوى الخاصة بموقع ريت بابل هي غلق الحسابات والسيامة للحسابات الحديثة نوعا ما وطبعا هنا بقى لموقع ريت بابل الامانة هو سينستب اوي او حساس لاي حاجة تبدو سيبام باي شكل او باخر وهنا بقى عشان ان تتفادى هذه غلق الحسابات لازم بقى انت تتبع بعض التعليمات اول حاجة لازم انت تحترم قوانين وقواعد موقع ريت بابل ثاني حاجة لا تخترق القواعد الخاصة بالكوبرايت وتستلم انت كوبرايت ماتيريالز سواء كان ممكن اسماء معينة او حتى كمان جرافيكس ثاني حاجة بقى يفضل ما تستضمش سبامي وورس او كلمات سبام كده في العنوان او في التاجز او في الوصف او حتى تعمل تكرار مبالغ في في هذه التاجز رقم اربعة بقى لا يفضل حاجة دخول موقع ريت بابل من اكتر من جهاز يعني مثلا متفتحش انت حسابك من ممكن من عشر او عشرين جهاز مختلف لا طبعا احنا بقى برضو بيعتبر هذا السلوك عبارة عن سبام بيهيفيور اما بقى النقطة اللي بعدها انت حقيقا متستضمش الفي بي ان طالما انت تستخدم وتفتح موقع ريت بابل كل موقع ريت بابل اللي شافك انت بتدخل على حساب النهاردة ممكن في مصر واللي بعده في امريكا واللي بعدها بقى في الهند ولا حاجة فطبعا ده برضو سلوك يبدو مشكوكا فيه اما اخر بقى النقطة بقى ما تبعدش قوي وتغيب عن موقع ريت بابل بفترة طويلة طبعا هنا لو موقع ريت بابل حسنك انت مش شخص نشيط او ان اكتف هنا بيعتبرك انت راجل يعني باع غير جاد وسبام في نفس الوقت ومن ثم يعمل لك اغلاق ليور اكاونت هنا طبعا بقى هزي النصيح الممتازة دي الحقيقة لازم انت تتبع بها ولو انت طبعا بقى جديد خالص بقى في موقع ريت بابل يفضل بقى لما تعمل انت خاص بقى يعني اه شوب جديد او استور جديد ما ترفعش تصميمك على طول بقى واكتر من تصميم في نفس اليوم يعني حقا على المكان تبدأ بشكل تدريجي او الممكن اليوم اللي بعد يعني هم ممكن تصميم مثلا اليوم اللي بعد ممكن تصميمين اليوم اللي بعد ساعتها التصميمات وتستمر ممكن على هذا من الول ممكن بقى لمدة اسبوع ولا حاجة ومن ثم بقى ممكن تزيد بشكل تدريجي هنا بتعمل وورمينج اوب كده او تسخين لحسابك في موقع ريت بابل حتى يتطمن ليك ويسق فيك انت كراجل بقع ممتاز وكده حيا انت كده عرفت ايجابيات وسلبات العامة على موقع ريت بابل تم جديد حيا الفيديو ده تستفادوا منه ولو كان في اي سؤال اي استفسار ده معاكم اشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم ومع السلامة